مصيراً خير وجودنا أو أهلاً سهلاً بفكم بحلقة البددة حلقة بداية أسبوع وإن شاء الله أنه بيكون أسبوع خير عليكم جميعاً اليوم بالحلقة أكيد معنا شرف امتياز نشوف شو محدرتنا بالحلقة كيفك يا امتياز؟ بمعنى العزق امتياز و الله خير بس افتح لاتريق من انستجرام رأيها بالتردأ أيها و بعدين دعنا كيف اللطاف اللي فيها لأنه أنا وياها صلى ساعتين بقبض كيف حالك؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ هذه أحدك الزباط التي أحضرها على التلفزيون ويقول ليه لم يجلسون مع بعض؟ ما أكشفوا بعض؟ حالك حبيبتي؟ هذه هي فقط لكي تحبب المشاهدين وتمسي عليهم وتصبح عليهم وليس أكثر نعم نمشيها مرة أخرى الحمد لله على سلامتك كانت في دبي دبي الشوب دبي برطوبة دبي الشوب هي كثير حلوة لولا الشوبات اللي فيها لا هي بس الرطوبة أنا ما عندي مشكلة بشوب برافو عليك يعني أنا هيك كمان حاسة اه طيب يلا لا لا خلص هلا اليوم وصفات كثيرة شو بدك تحضرينها بالحلقة اليوم؟ مش شوها اليوم خلص الحلقة اللايب هلا مش شوها خلص على كل حال بأرحب كل حدا عم بحضرنا اليوم اليوم إن شاء الله تكون بداية أسبوع سعيدة عليكم جميعا وخلص خلصنا توجيهي يعني احنا هلأ مع الصيف والشوب وقرف الشوب وقرف الصيف إنه ما كتير ناس بتحب الشوب مش إنه الصيف ومو صيف الشوب نوعا ما الناس ما بتحبه والله كمتعرف مفروض ما حكيتها أنا تجري بتداية بس حالي يحكيها اه والله يعني هي بتحسيتها بطيئلة اه كتير كتير اوكي تقالي الدم الشوب تقالي الدم الشوب عشان دائما بحكي لكل ناس أرجوكم انطقوا الكلمات لأنه أكثر شيء يعني بساعد الناس أنها تحبك وتحترمك أنك تنتقل الكلمات صحيح اليوم حضرتك من وصفات بين سهلة ولطيفة وسريعة شيء صيفي ويشي لا رحنا نقوم شيء بخاري عملنا كثير من وصفات البخاري أكيد قبل هذه المرة عملنا على الطريقة السعودية عملته طريقة ثانية كانت الهندية بس اليوم نعمله على الطريقة الأفغانية هو أسهل بخاري جربته بحياتي من الأطياب كثير طعمه طيب وكثير سهل وكثير بزبط لصحين عزايم أنا دائما بظل أقول الرز أحسن شيء بالعزايم رون صح أي شيء فيه رون صح صح ببرك معاك وهكا تحسي هيك طبق موجب هيكا دانا كأنه ما شفناه شبابين الزمان صح يعني فوتي بالموضوع طيب حضرتكم موضوع رح نعمل سلطة فريكي بس رح ندخل فيها اليوم جبلي ورح نعمل آخر إشي حلا خمس دقائق خمس دقائق يجهز حتى يأكلوا كمان لهذه درجة يكون سريع وسهل سنعمله على شكل أكواب بطريقة بسيطة بس أنا محضرت لكم سؤال كتير كتكوت يوم الخميس نزلت سؤال من باب هيك أنا أيام بحب أمزح مع المتابعين انتعون أنه أنا بالأساس دراستي وشغلي وحياتي كان نفسي نعلم النفس فأنا نزلت سؤال إذا رجع فيك الزمن إذا إذا له هي كلمة من الشيطان كما نحن نحكي دائما بس نفترض أنك رجعت عشر سنين لورا ما يندم عليه؟ عشر سنين لورا؟ لا إله إلا الله الله يسعم حكامي هذولا خمسة اييي أنا صلي خمس سنين على لهواء أنتي كيف التاريخ كان بالك اليوم؟ اليوم عشرين بارح صلي خمس سنين على لهواء عند جهة خمس سنين الله يعلم أدى بتعب فيهم أدى بشتهد أدى أنا والله كنت محضرة بشيء أعمل بسرحة أدى بشتهد أدى بتعب أدى بدرس بدرس يعني بدرس لأولاد صغار في المدرسة أول وثاني وثالث يتعلموا كل يوم بحاول أتعلم من حدا جديد كل يوم بحاول أعود مع ناس كل يوم بحاول أعمل شي مختلف أكون ما بشبه غيري بحالي فخمس سنين بدي أشكر كل حدا ساعد في نجاحي ساعد بانتشاري ساعد بأنني أكون موجود اليوم معاكم عم بعمل هذا على الهواء طبعا أخطائي على مدارة خمس سنين المرأة وأكيد كثيرة بس كل مرة بحاول أطوري من حالي أخفت أسمع من الكل أشوف شو لازم أكون كيف لازم أقرب لإلكم وبحاول أدخل قلبكم قبل ما أدخل وصفات لمعدتكم دايما بظل أقول إذا حبيتوني بتحبوا أي شي بعمله صح فشكرا لكل حدا من لا يشكر الناس لا يشكر الله وهي دايما كلمتي المعتادة دايما وينما أكون في كتير ناس لهم فضل علي باللي أنا موجودة فيه ولكن في ثلاث أشخاص دايما بذكرهم دايما بذكرهم من خمس سنين لليوم مش أنت يعني رامي أكيد وألا ودينا هون السبب اللي أنا موجودة فيه أصحابي يدخلوني عن مجال في محظوص وفي البحثة طول عمري أحب أطبخ بس أهلي ما كانوا مقتنعين أنه لازم أروح أدرس شف روح أدرس تعلم ناس والحمد لله نجحت فيه يعني أنا شغلت مشاريع الحمد لله فخورة فيها وكتبت فيها كتب فخورة فيها بس السراحة هذا شغل فيه هذا شغل فيه هذا الشيء اللي أنا كل يوم باجي بمحبة أعمله هي الواحد لما يكون إشي بيحبه بيبدع فيه أكتر وأكتر وأنت يعني كمان على مدار هالخمس سنين يعني امتياز أبدعتي وفرجيتي كل المتابعين أدي أنت يعني أدهاي المهنة وأدهاي الحلقات يعني مش إشي سهل أنه الواحد يطلع ويعمل وصفات كثيرة ولا يطلع بأفكار جديدة هو مو الفكرة وصفات ولا الاختراعات ولا الابتكارات الفكرة أنك أنت قادر كل يوم تطلع بنفس المحبة بنفس الشغف بنفس الطاقة أنا قادر أنا إنساني دائما والله بس يجيني انتقاضي عن فترة الأخيرة شوي علي شوي علي حرب لأنه أنت تعرفي هلأ مع الفتنة اللي صايرة بين أردني فلسطيني كذا أبسر إيش عم بتدايق السراحة بس إحنا دائما نقول هاي الفتنة الموجودة من أشخاص من خارجنا بعاد عنا لحتى دائما يعملوا فينا هاي النزع وهيك بس أنا الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله يعلم أدي أنا دائما بحكي عن كل حدا بأخذ من وصفي بعض مع السيدات الجميلات الأمهات الرائعة وين ما أكون بوين ما أكون بأي موقف والله العظيم بأي مكان بأخذ بأسجل وبأكتب وبأخذ فكرة بحضر شفات الأردن جميعا شفات العالم العربي جميعا كلهم برافو عليهم شطورين كل واحد بنجز بطريقة كتر حلوة بأخذ منهم أفكار أنا ما بقدر أطلع أحكي لكم طبعا أنا 24 ساعة نايمة بأحكي بوصف بعملها لا أخذ أفكار من كل حدا بس خمس سنين كل يوم عم بحاول أطلع بنفس المحبة بنفس الشقة بنفس القدم لأنه اللحظة اللي بحس حالي بطلت أعمل شي بحبه رح أرجع لوراه شوي صح صح لا وكمان شغلي كمان بدي أضيفها يعني الواحد لما مثلا يعني زي شف امتياز مرأة خمس سنين ووصلت لاللي هي فيه هلا مرات الواحد لا يعني لا إرادي بتتغير شخصيته بصير يشوف حاله بصير في شوفت حال بصير في تكبر فيها بس شف امتياز عن جد من أول يوم دخلت لليوم وهي بالعكس يعني لما بتشوف ناس بتعرفهم ولو بتشوف ناس ما بتعرفهم الحمد لله بحب دايما شخصيتها نفس ما هي بالعكس كنت أول شي بدي أبارك لشوف نديم كنت بتوقيع كتابه يوم الخميس هذا إن شاء الله بيكون معنا ضيف من أحد ضيوفنا اللي نقدم نحكي عن كتابه وعن كيف وثق التراث الأردني بالأكلات بطريقة جميلة جدا ودخل لجوائز ثلاث جوائز عالمية منها أوسكار للكتابة والتأليف كان إشي كتير واو وإن شاء الله بفوز فيهم كانت طبعا ساعات الوزيرة أكيد هيفا النجار اللي فتتحات الموضوع فكان كلام كتير حلو قبلت كتير من السيدات هناك يعني كل واحد يتمسكني ما أتسلم عليه عادي بتكون تحضلني تعي 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 وهي تعي وهي تعي وإن كأن أمي أنا بظل أقول هي عوض رب العالمين وحيات الله لأنه اللي بعرفني كان بفترة توفت أمي أنا موتت على موتة أمي وداما بذكرها وداما كأنها عايشة معاي بس موتة أمي كسرت لقلبي كتير كسرت لقلبي يعني قد ما أشرح لكم الموضوع كذا فكان عوض رب العالمين أني دخلت تلفزيون فقبل خمس سنين لليوم أنا عندي نفس المحبة لكل حدا ساعدني أنا قبل خمس سنين لليوم كان بحضرني واحد شخص شخص كان عندي على الفيسبوك نصف مليون بعمل شغلات بسيطة بالبيت بنزلها بس كان ما عندي صفحة انستجرام أنا صفحة انستجرام فتحتها بعد ما دخلت تلفزيون بسنسين فهي عمرها ثلاث سنين بس كان بحضرني شخص اليوم الحمد لله عندي على السوشال ميديا يعني ما هو يقارب خمس مليون الحمد لله فشكرا كثير عندي برنامج رائع أنا مبسوطة فيه وأعتقد بحضروني مبسوطين فيه فشكرا شكرا 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 من قلبي شكرا وحضر أشكركم للابد ومعنش تحملوني أنا بظل أشكر بس أنا بظل أقول هي نعم أنك تقدر تتشكر كل حدا طبعا 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 نعود إلى وصفاتنا وإلى سؤالنا أنا أجلت سؤال اليوم الخميس وحكيت فيه إذا رجعت عشر سنين لورا شو الأشي اللي تندم عليه رح أسأل الكل ورح بدي أجابونا على السؤال الصراحة بس الصدمة تنزلت اليوم ستوري على إنستغرام صفحة دواجي 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 أنا تنزلت لزوجي والله العظيم كثير كان فأخذت سكينشوت لأكتر من السؤال على الموضوع أنه الزواج هو أكتر شي بندما عليه السيدات ولكن لازم أسأل للرشال ما شاوبوني الصراحة طب يلا عيد نسأل للرشال اللي يتابعونا كمان فإيجا حباري السؤال التاني تعلمتها من صديقة لإلي أيام قبل ما أتزوج كانت أقولي الزواج كل بطيقة يا بتطلع حمراء يا بتطلع بيضاء يعني يا بتزبط يا ما بتزبط ما بتجيش بالنص أنت شو بتأمن بهذا الشيء؟ أم بلا جد؟ والله العظيم أحكي لك الشي لأنه ممكن أنت طبعا أنت تعرف الزواج عن الحب مع الأسف مع الأسف أنا أسف لكل حدا لكن تقرأوا دراسات وكتب عن الموضوع أفشل نوع زواج هو الزواج عن الحب تخيالي أفشل نوع زواج هو الزواج عن الحب أنت بتأخذي حدا درسي شخصيته فكره أموره وتفاصيله درسي عقليته كيف يفكر بس تزعلي كيف يراضيك وكذا لأنه هو بس حبك يعطيك أحسن ما عنده صح وبس تحبيه بتعطيه أحسن ما عندك ما رح تبيني مساوئك ما رح تبيني شخصيتك الحقيقي لأنك كل شوية أنت خايفة من لقبالك بلحظة ما كيف يحكم عليك فهذه تبطل كتأدمي أحسن ما عندك بعد الزواج بلشي تبين بلشي تبين حقيقة شخصيتي لما أعصب لما أزعل لما لما صح ولا لا صح؟ صح؟ فعشان هيك الزواج التقليدي هو أنجح وأنا كنت مصممة الزواج التقليدي تقليدي؟ بالعكس ونفس الشيء التقليدي صح فأنا مؤمنة بأن البطيخة بعد ما تتزوجي بعد ما تفوتوا على البيت وتتكروا باب على حالكم الزواج بطيخة بطيخة يا بتبيني الحقيقة كاملة تطلع حمرة ولطيفة يلا تصوص إن شاء الله كل ما يحضروننا تكون بطختكم حمرة عن جد؟ فأنا بدي أسألهم هني مؤمنين بقصة أن الزواج كالبطيخة يا حمراء يعني أوكي أعطوني شيء أكتر إشيء أن تندموا عني لعشر سنين للمرأة وقلوا لنا إذا موضوع الزواج زي البطيخة بالله أنا أحب أسألهم الرجال حمراء وللا بيضاء إن شاء الله أنهم عم يكونوا عم بتابعونا الآن الرجال ويشاركوا معنا كمان على صفحاتنا على الفيسبوك على عمان تيفي كتشن كمان على عمان تيفي أوفيشل أول وصفة إيش بدأنا أخذ مقادير عشان بعديها نبلش خلينا نروح للبخاري الأفغاني لا أنت علي من تندم بعرف ميس أنا حكيت على الهواء ميس أنا حكيت لك على الهواء ديري بالك علي ما خليت والله يرضى عليكي خليك شف علينا والله كانت بتحييني يال هميس على هل علي كانت لسه بالحلقة يعني هلأ هلأ قبل الحلقة بالظفت يال خلينا ناخد المقادير ونرجع لانطبق الوصفة للبخاري الأفغاني رح نحتاج لجاجتين من العز جزارتين مبشرين كوب الزبيب ثلاث حبات بصل مقطع جوانح ثوم وزنجبيل بهرات حب وملح معلقة كبيرة بهرات مشكلة معلقة صغيرة كوركم أربع أكواب رز بسمتي تايجر مغلف مرأ دجاج كمان نحتاج لفلفل أسود معلقة كبيرة فافريكا أما لدهن الجاج نحتاج لزيت زيتون عصير ليمون معلقة صغيرة ملح معلقة صغيرة فلفل أسود وبودرة الزعفران شهفنا المكونات والمقدير خلينا نشوف كيف طريقة التطبيق خطوة بخطوة هذا حنان عم بتقول نعم تقليدي كالبطيخة حنان هي أم عاد عم بتقول وأنا تزواج تقليدي وهي أفضل نعمة وكالبطيخة لعاد بطيختك حمرة فحكولي ما تخدكم بيضة ولا ما رح يجعبوني هذا السؤال أكيد صعب تتلعي تحكي فيه وتكوني بس الزواج كالبطيخة حمرة ولا بيضة مع ولا ضد يب احكولنا دانا لأنك لسا ما جربتي فعل ما هو أنا عم باخد منكم أيوة مش مدرك الموضوع أبدا نبهوني نبهوني لا 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 أنت الموخدي وعد تسهيل ععد تسهيل ععد تسهيل اوكي ما تخليش؟ ما تتزواج؟ ما سمت الحياة هي علي سمت الحياة علي إيش أنت مع بطيخة حمرة ولا بيضة؟ صفرة خليك على البرة خليك على إيش شري الخضرة برضو صفرة حلو صفرة حلو؟ ولا بيضة خليها خضرة ما يفتحها هو هو أحسن هيك من على البركة طيب خلينا نروح على الوصفة عشان احنا حكينا كثير بالبداية أول إشي هاي الوصفة بدها سمنة يعني عشان كون مقتنعين ومتفئين مع بعض يا جماعة بدها سمنة نكهة السمنة بهذا الرز بالذات كثير زعكي تتذكروا مرة عملت البخاري اللي معاني وقامت الدنيا وما أعدت برجع بردو برجع بحكي لكم أن أنا بتتعلم تعلمتها من سيدي جميلة ومن قطيب الوصفات اللي عملتها بحياتي هي البخاري اللي معاني حلو احنا عموما الانترنت والتلفزيونات فتحت الدنيا على بعض طبعا كلنا نسينا نعمل نسي الوساط نسي الأفكار بس أنا بحط نفسي انتي بتحطي نفسك بهذاك البلد بحط نفسه بهذاك البلد بحط نفسه صح فأنا حطيت سمنة وحطيت من زيت شعبان الوصفة هاي بدها سمنة لأنه أي شيء بخاري انتي ما بتنكهي بكثير نكهات طبعا فبياخد أكثر من نكهة الاسمن اللي انتي حطيتها أوكي حطيت بصلتين شوفوا أنا استخدمت البصل الأحمر بديها يبين بالوصفة السراحة مقطعته جوانح هاي شايفة أوكي مقطعته جوانح رح أقلبه شوي لا يدبل بعدين بدي أضيف عليه الجزر والزبيب هاي الوصفة داخل لزبيب من البداية أوكي مش آخر إشي على الوجهة لا مش آخر إشي على الوجهة عادة إحنا بوصفات البخاري الثانية بنعمل الخلطة أو الحشوة بناخدها على الجنب بنحط منها جزء زقليل ومنحط اللزبيب بالآخر لأنه مش كل حدا بيحب منك هيت لزبيب مع الأكلة مضبوط بس إحنا اليوم لا رح نحطه من البداية طعمه طيب اعملوا زي ولادي إيمو عجنب إذا ما بتأذين بس هو طعمه طيب لما تكلوا فيها رح أستخدم فيها جاج من العز وأرجع دايما بدي أتشكرهم العز سرح أدي أصلي إياهم على الهواء مع بعض تقريبا كمان صلنا أربع سنين مع بعض على الهواء ما زلت ما بستخدم غير جاج العز وما زلت غير مؤمن إنه جاج العز قدي نظيف قدي نباتي ما بزنخ بالأكل كل اللي عليكم تعملوا ده ما تستخدموا جاج العز ترشوه بملح وتخسلوه بأيديكم بالملح تركيه في الملح وتركيه تصفه بالملح بس أنا مش وأنا التافل هو ما غير أصورها على السوشال ميديا قصة تحطيه بمي وحطيه ليمون وحطيه المي بتخلي الجاج يزنخ والمي بتخلي اللحم تزنخ فهي معلومة خاطئة وأنا مسؤولة عن كلامي فأي وصفة تحطي مي ليمون خلوا بتنقع فيها الجاج قبل ما تطبخي كثير عادي إنه يزنخ الجاج كثير عادي فأيتوا اعتمدوا الملح بقتوا للبيكتيريا بقتوا للريحة بقتوا للزنخة في الجاج أو باللحن اعتمدوا الملح تمام العز اللي حلو فيهم لما بلشت أنا وياهم كانت 99 فرع عامل أربع سنين اليوم 149 فرع لدينا تطلب أي جاج أنت بيديك إياه ووصلك خلال نصفة على باب بيتك تمام وضع التوصيل للشباب التوصيل والله العظم أنا أطلب التوصيل لبنتي حتى نحن أبوط التوصيل نوادر لأروح على الفرع نوادر نوادر بجوز من يوم أربع سنين بجوز مرتين بلعطي ووصلني كثير مؤدبين كثير محترمين وهذا حلو نحن كستات بيوت تخفف على حالنا مشقة الحياة طبعاً خصوصاً مع الشوب ومع الأزمة أنك تطلع وتروحي وتجيبي خلاص أنت بيوصلك هيك لباب البيت وتريحي حالك وشو ما بدك من الجاج بيوصلك لباب البيت سواء كان بدك جاجة الكاملس بالجاج المقطعة كله صح وليد العباسي بيقول روح البخاري بهار الخلنجان يجبونا مرورة نحط السؤال إنه هل الزواج كالبطيخة يا بيضة يا حمراء أو لا؟ إذا منقدر سواء يجبونا عشان نشوف قديش بنهاية الحلقة رح تكون النسب لا مش بشبهج الزواج البطيخة لما تفتحها انت ما بتعرف يا حمراء يا بيضة يعني يا تاكلها يا ترميها صح صح طيب يلا على صفحتنا على الفيسبوك على عمان تي في كتشن روكوان على عمان تي في أوفشل جابونا على هذا السؤال ويحكونا شو رأيكم بهذا الموضوع طيب قبل الفاصل يا علي سريعا جدا حطينا البصل تركناها لتتبال لأنه أنا مقطعتها جوانا فديها تتبال وحطيت كمية جزر فيها البركة يعني أنا لكمية البخاري الجاجة بحط نصف كيلو جزر مقشرته وباشرته أو بتقدروا تقطعوه كبير بعدين رح أاخد كوب باللزبية رح أحطه كله مع الحشوة لاحظة أنا لحطيت لا مليح لابهرات خشنة ولا إشي لأنه بالدقيم نص هاي الكمية للوجه والنص الثاني رح أحط عليه بقية البهرات يعني أنا هيك بس يدوه بعد الجزر عمره أصيل بالطبيق أريد رح أرجع أرجع على الوجه رح أأخذ شوفوا ما أحلى للحشوة اللي هي بصل بصل وجزر وزبيب بس لأني عملتها بسمنة نكهة السمنة تضغى تماما على الوصل ريحتهم فرح هلأ شو بعمل بدي أخذ الجاج أنا الجاج مقطعته أنصف لأني صراحة بحب يكون منظر دائما بخاري برياني مندي كفتة منظر الجاج يكون مدهون بطريقة حلوة ولونه حلو حسنا أضيف الجاج منبلش بالبهارات الحب اللي هي ورق غار هيل كبشة قرنفول خلنجان لومي كله فيها رح أحط معها توم وزنجبيل مهروس ورح أضيفها الزنجبيل لازم تحطوا زنجبيل بعتنكها كثير طيبة إذا عنكم حسسين ما تضيفوه رح أحط كركم رح أحط فابريكا برضو البهارات تقدروا وانتوا طبعاً كل الجاجة بدها معلقة كبيرة من البهار ونحسب معها أن نحطين مي تمام؟ ورح نحط في الفس شامل ريحة البهارات شامل وبقلبهم كلاتهم مع الجاج تقليبة سريعة سريعة بس بدي تطلع ريحة البهارات أقلب الجاج على الجهة الثانية أنا حطيته على جهة الجلب البداية هلأ على جهة العظم طبعاً نقلبه ممتاز هكت وصفتي تتخيلوا أدي سهلة وسريعة لماذا عنت نقلبي؟ أقلبي أرجوك أقلبي ميقدمة كبيرة تمام؟ ليحطينا بابريكا وكركم بيعطوا لون جميل للجاج لأن الجاج أنتوا تعرفون رح نتبلو بتاتبيلة خفيفة اللي هي ليمون زيت وبدرة زعفران فقط فرح يعطينا لون حلو للجاج بعد ما يستوي هلأ بدي أخذ مي مغلية أغطي فيها الجاج أنا الجاجة بحط لها لتر يعني من أربع لست كاسات من المي المغلية عشان تستوي معي؟ عشان تستوي معي عادة ما نستخدم تناجر الضغط بطبخي بس لقدر ما نستخدم لأنه دريم هوم جايبين لكم أفكار كتير حلوة رح نغطيها لمدة 45 دقيقة يعني بتاخد من 40 إلى 45 دقيقة بالبداية أنا لازم أقيم الزفرة حلأ أهلا أهول مش هيبين كثير لأنه قلبنا الجاج أوكي الغطايا ممبينة صبا يجبونا الغطايا الله يخليكم عادة برضو بقيم الزفرة حتى لو طلعت معي بس هيكا ما رح أقيم لأني أنا دائما بخسل جاجي بملأ جربوها ودعوني دائما رح أغطي خمسة أو برد دقيقة حتى يستوي بعد ذلك من كم وصفتنا بس قلينا أحكي لكم عن تناجر عن مستخدم اليوم الحمراء ومستخدم اليوم الأخضر هادول ماركة الرويال موجودين عند دريم هوم بكل فروعهم سواء فرع المدينة المنورة أو الزرقاء أو حتى طبربور صحون التقديم نعم بستخدمها صحون مقديل بستخدمها حتى مبارح لحجبت عندهم مرتبنات حلوة عشان الحلقات الجاي رح تشوفوها كلها فيها مربيات بأنواعها فيها تخليل بأنواعه فعنا هيك حلقات كثير حلوة يجبتها من عندهم حلو وعملين عروض استثنائية كل عادة بعد الفاصل أنا عندي طنجرة جاهزة أصلا منطبق الأكلة منشو كيف رحها نعمل الجاج والرلس خليكم معنا بعد الفاصل إرجعنا لكم لنكمل معاكم باقي وصفاتنا أكيد بنرحب بكل الأشخاص اللي هلأ نضمو لنا بنذكركم إن إحنا معاكم لايب عبر صفحاتنا على الفيسبوك على عمان تيفي كيتشن وكمان على عمان تيفي أوفيشل وبدنا ياكم تحكو لنا شو رأيكم بموضوع هل الزواج مثل البطيخة يا بيضة يا حمرة مع أو ضد على صفحاتنا على الفيسبوك ونحاول نقرأ قد ما نقدر من التعليقات اللي عم توصلنا شو قرأتي حسيتك قرأت التعليق قرأت التعليق لأ كل تعليقاتهم بيضة بيضة خربانة بيضة فأنا بقول لك استغربت يعني عندي هلأ توتاع عندي الستوري على انستجرام ونزلت سيكونشوتها على كم من جواب الزواج أني تزوجت أني سمحت زوجي أني عملت لزوجي أني نازلت عن زوجي فبقول سبحان الله أنت معاك زوج بغض النظر هلأ كل الأزواج يختلفوا من اللي بيحكي لي أنا وزوجي مبسوطيني وراضين ولي بيشوفوه على السوشال ميديا ثلاثة ربع ونفاق خدوا مني أنا أحدا مشهور مفروض وكل صحابي بعرفهم وبعرف كثير قصص بحزن أدي الحقيقة غير الواقع طبعا طبعا فبفضل دائما بيسألون ليش لي ما تنزل زوجك فبفضل أن حياتي تكون كثير كثير بعيدة أولادي أولادي يعني أولادي أنا ما كنت أنزلهم على فكرة آدم جديد فتحوا صفحات وعملوها فبليك وصير نزل أشياء هني وأصحابهم بس أبي كنت حتى أولادي يعني ما كثير أحب أنزلهم المهم فمشكلة الزواج عويصة أنك ممكن تاخدي الزوج يرفعك ممكن تاخدي الزوج نزلك تحت الأرض حقيقي بغض النظر عن الخلافات المعتادة الطبيعية اليومية الموجودة بكل مكان صح أو لا؟ صح صح خالد صوته لهون شكرا متخلقة ما ورته على التليفون لهون لا بس أنا كلهم بالستوديو بقولوا عادين عم بيحكوا لي دانا إنتي أحسن واحدة لا تتزوجي وانك أنت مش متجوزة لا تتزوجي وكل ياتو بقولك ما تتزوجي ما تتزوجي ما تتزوجي ما تتزوجي إلا إمتياز أنا أنا بحكي لها أنه داما بس بدي أحكي عن زوجي أي شيء بقولها هو ساعدني أكون بالمكان اللي أنا فيها أعطاني هاي الحرية وأعطاني هاد الدفعة يعني بقولهم نختلف أكيد متخانة أكيد طبعا بس برضو ساعدني أكون هون يعني الواحد يحكي اللي إله و اللي عالي هلأ جزنا يسمع علي يسترسم علي يش بتعود أمضح المهم لا بس ما هو كمان شوفي لما ما يكون في إنه إمخاناءات وما يكون في مشاكل ما يكون في إش غلط لا أبد منها صح؟ آآ يعني هاي إشياء لا أبد منها طيب فأنا بس جوبوني على هاد السؤال هلأ شوفي ما أنتي ما بزبط تندمي خلص اللي صار صار صح أنتي بتيتتعلم حتى الناس تدخل في موضوع الطلاق حتى الناس تضضع إنه بعدين طلعت لي موضع سنجل ماما هلأ أنا آآ واو سنجل ماما أنا برب لأولادي لحقالي أنا والله موضوع الطلاق لما تفكري فيه حقيقة حقيقة موسهل طبعاً مش سهل خصوصاً لما يكون في أولاد طبعاً طبعاً بعدين الأولاد خلص طيب الروح على الحاضر هطلعك وصفة على السريع على راس الساعة طيب ماشي بس إحنا خلص من الجاج الجاج هيو أنا هون حط جاجتين كنت لان بحب أكتر شوي عشان كل يأكل الصوص اللي نزل مع المرأة اللي ضلت رح أخذ رز تاقر البسمتي اللي ما جربو رح أضل أنا مسؤولة عن كلامي اللي ما جربو اللي هلأ بروح عليه كتير من أفخم أنواع الرز البسمتي اللي ممكن تجربوها بطريقة كتير حلوة كميتي سواء اللي بيأخدها اللي هو اللي عيار الصح كل كوب من رز تاقر البسمتي بيأخد كوب ونص من المي وبيشرب النكهات هذا بميزه عن أنواع الرز البسمتي الثانية فأنا هنا غاصلة ثلاث أربع كواب عادة بزيط برضو عشان الكل يأكل بخسله بنقعه لمدة ربع ساعة فقط من مي من الحنفية فقط أي نوع رز لا بدك يتكسر والحبة تضلها مفلفلة حلوة استخدنا كما قلت لكم تاقر ثاني شيء ما تنقعه فترة كتير طويلة وما تكون المي سخنة لدي المرأ عندي أموره تمام لحط كمية الرز المناسبة للمرأ لأنه إحنا اسم الله لأكلها كلها بيأخذوا كله الحمد لله يعني ها دائماً دائماً بتعمل كميات هائلة الأمور على البركة بس أذكرك أن اليوم السبت ليس كل مداوم لا كلهم مداومين لأنه كان عنا تصوير قبل هاي الحلقة فإحنا شايفين بعض كثير وكل جوعان طيب أنا بنا نطلع فاصلي علي بس أزيد كمية ولا غير نطلع فاصل والله 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 ما رح أضل بالحلقة لا ياضا من مين عشاء من مين طيب هلا حطيت بس زيت شوية المرأ من الماء عادي بعدين رح أاخد الحشوة اللي هي إذا بتتذكروا أخدت نص الحشوة طبختها مع الجاج بتكون دابت لما تيجي أنت تحطي عليها الرز وبعدين رح أاخد بقية الحشوة أحطها على الوجهة هاي ها كلها يعطي على الوجهة هلا أنا تفتح على هيق اللي قرأت و تذكرتهم أشوة عم بيختلفوا على موضوع البخاري هاي مثلان ست نبيلة عم بتقول لي عم بتقول سلام عليكم بخاري الأفغاني الأصلية لا يضع عينو عمل البهارات فقط كمونه بكثر أما هذه الطبخة هي بلاوي الأوزة باكية أوكي يعني ممكن صح بس أنا برجع بحكي لكم باتعلم وصفات بدرس كتير بشوف كتير حسب برضو أي منطقة هنا عطفة عرفتي كيف أوكي و عم بقولولك كمان فجل نبع الفاصل نرجع نحكي عن الموضوع أوكي في كثير تعليقات عم توصلنا رح نقرأ كل التعليقات اللي وصلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك بعد الفاصل تخليكم معنا جاءناكم نكمل معاكم باقي وصفاتنا أكيد نرحب كل الأشخاص اللي هلا انضموننا بنذكركم إن إحنا معاكم لايب عبر صفحاتنا على الفيسبوك على عمان تيفي كتشن وكمان على عمان تيفي أوفيشل أريد أن تحكو لنا شو رأيكم بموضوع الجواز هل هو زي بطيخة بيضة أو حمرة مع ولا ضد يلا احكو لنا اتناقشوا معنا حكو لنا علم صوتك حشان الجمهوري يسمع عادي ليبونو و هيتم هيتم الملقب بوائل هيتم الملقب بوائل علم صوتك صوتنا نرجع للبخاري نرجع للبخاري لأنه فيه عليه خلاف البخاري اللي عم بعمله فاكر أنا أكتر واحدة بالأردن عملت وصفات بخاري والله عملي بخاري خليجي عملي بخاري باكستاني عملت بخاري أفغاني اليوم اللي عم نعمله عملت كثير كثير بخاريات بخاري معاني و برضو نقوقت عملت البخاري معاني تعلمته من ست بتجنن يعني ست كبيره بالعمر وأخذت منها الطريقة الصح برضو بتحطي حموص دايماً الأكل عليه خلاف دايماً صح فأنا ما بزعل عادي تقولوا لي هاي الأكل الصح الأكل غلط برضو من مين انت تعلمت من مين أخذتها إلو دخل طبعا لنا بس اللوزعة نقيمهم مع سمنة أوكي هاهم عم بقولوا لك بهار البخاري كمون حب وجزر وحمص حب البخار الأفغاني ما فيه حموص لمعاني فيه حموص الخليجي جزء بجزء فيه ناس بتحط فيه ناس ما بتحط حسب برضو برجع بحكي لكم حسب هلا أنا البخاري صار هون حطينا بقيت الحشو على الوجه طبعا هذا جبتو من حدا برضو أفغاني يعني من مطعم والله لقطتو أفغاني الشرط يعني وخطت من الوصفة يعني بعملكم وصفة صح طيب من الجاجات بعد ما سلقناهم فيه ناس بتحب تحطهم بنفس الاشي بس انتو بتعرفوا أكتر المحلات بحبوا يحملوا الجاج لانه سبحان الله عيننا بتاكل الجاج المشوي المنظر حلو رح أستخدم هون عصير ليمون تتبير كتير خفيفة لطيفة لانه الجاج منكه من وين منكه من السلق اللي سلقناي مع الصوصات والبهارات أوكي تمام ممتاز انت بشكل عم بتحبي دامن تحمير الجاج انا انا ميالة جدا لتحمير الجاج رح ااخد هون بودرة الزعفران كتير بتساعد كتير تعطي لون كتير حلو وبتعطي طعمة الزعفران زاكية مع الجاج رح حط ملح فلفل اسود عصير ليمون وشوية زيت زيتون في اسهل لا صراحة في اسرع والله ما فيه عشان ما تحكوين انا حرميتكم من الوصفات السهلة السريعة هاي شوية زيت ورح اعمل بهاي تتبيري دخني خفيفة للجاج انا ما بدي اناكي الجاج زي ما حكيت لكم لانه اصلا الجاج ماخذ النكهة من الصوص اللي عمنا فرني شعال من فوق اللي هي منحمر فيها عشان ادخله يتحمر تقريبا بياخد شي خمس دقائق تمام اقعينا شوي التعليقات اتاتي يا دانوني نسمع انا يلا نشوف هل برأيكم الزواج زي البطيخة حمرة او بيضة في عنا احمد عم بيقول انا مع الزواج مثل البطيخة يا بيضة يا حمرة وان شاء الله انه كلكم بتتوفقوا بالزواج وفي عنا كمان سمية عم بتقول بيضة واكلت منها ورميت يعني من غير شر مابع فسوكي افهم الكلام هنفصلت شكل هنفصلت اوكي وعم برجعولك كمان لموضوع البخاري عم بقولولك كمون مطحون وليس حب وبكثرة وبدون حموص حب هذا نبيل عم بحكي اوكي يا نبيل نبيل عطا ادي اشي او دخل بالطبخ لانه نبيل صلو زمان معنا بيحضرنا وبتابعنا شكله يلا احكي لنا يا نبيل اذا انت اليك دخل بالطبخ او لا كمان منحب نسمع منكم اذا فيبي وصفات بباركم حبينا نحضر لكم اياها بالحلقات الجاي كمان لحتى نعملي لكم اياها طيب ادي بدهم الجوجات بالفرن بس خمس دقائية خمس دقائية رزاتي بدهم عشرين دقائية بتكون امورهم تمام اوكي يوسف العلي اسم عم بيحكي تعليق كتير حيو انا كمان بدي اقرأ لته الزواج وهو قدر مربوط في كل شيء ما انه الزواج دخلنا في موضوع هو قدر يعني اختيار او مسير مخير او مسير الانسان فيه مخير مخير كل مما بدك احضر من المشايخ رح تسمع هذا الحكي في حياتك ام تكون بجن ام تكون بالنار الله اعلم ليس هناك احتياط ليه انا بحث فيه اساسيات اذا ما وجود الزواج بيكون شبه ناجح طبعا هالي اشياء بتوين كمان حتى لو الزواج الناجح بالمطلق عدد حالات الزواج الناجحة بالمطلق الممكن تشوفها بيه حياتك كتير قليلة صح يعني تشوفي اتنين هالقدة ود وهالقدة احتراوم هالقدة شاينين بعض صينين بعض يعني بتلاقي حالات الحمد الله صبع حكيتلك ياها بالبدايات من البدايات من غير شر لا لا حمرة 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 زي الطنجرة اللي قدامها قصة ميسون كمان حبيتي شكرا كتير على الكلام الحلو طيب نروح لوصفة ثانية طبعا انا هنا حطيت كمان شوية بودرة زعفران مع ماء ورد او مع ماي مجرد ما ببلش عندي الرز هون هي طلعوا ماء احلى لون الرز طلعوا والله هي من غير اضافات من غير ولا اشي من الجزر بيكون لونه كتير حلو بس طلعوا ماء احلى ما شاء الله رح ااخد ماء الورد مع الزعفران احطهم بالاخر او بودرة الزعفران عشان تكون ارقص عليكم تماما وضعت عليه النار هلأ رح اتركه عشرين دقيقة وعم يطلع لنا على الشاشة اكيد منتجات الجزيرة اللي بحب احكي عنها دايما انها منتجات محلية ريحتها كتير حلوة عنا منعم الملابس او ملطف الملابس اللي بخلي ريحت الاوعي كتير حلوة بنكهات كتير حلوة عنا ليمون عنا التوت انا كتير بحب صراحة لبنالجزيرة ريحتهم فواحة مسحوق الغسيل سائل الغسيل سائل الجلي الجلي او مبيض الغسيل سائل الجلي انا هذا شوفي سبحان الله قديمي بريك انا بغسل فيه ايدي اع فكرة عشان لازم يعرفوا دايما بشوفوا المغيية لا اسمعي مش بس هيك ما بنشف الادين او اول سائل جلي بالعالم بحكي لك هاي الكلمة الصحيحة للايدي الحساسة صح هاي هاي الايدي الحساسة مضبوط وايديي حساسة وايديكم حساسة اديروا بالكم عليها فاستخدموها من الجزيرة وابل ما اروح لوصفتي لاني بحكي عن الجزيرة وريحة الفواحة بالبيت دايما لازم احكي لكم عن الورا ليش يا دانا تنتين ورا عشان ريحة البصن عشان اروح بدون ريحة البصن طهون لورا اكيد زي ما انتم بتعرفوا ريحته فواحة حلوة بحب احطه بمدخل البيت انه هون احنا حطين تنتين لانه المكان مغلق لستوديو ما في في شبابيك ما في شفاتها لأدي صوت يعني من الصوت بتفو خلال الحلقة فريحة الاكل كتير بتكون قوية فحفحة فعنا لورا لقينا الحل الرائع والامثل لانه يكون ريحة المكان كتير حلوة ريحة بيتك اهم اشي انت بتحب تشمي وعنتك بتحب تشمه وكمان ناس ديوفك بتحب تشمه حطي الورا على مدخل البيت او بالصالون او بالقاعدة واتركي طبعا او حتى بالمطبق يعني جيبي اكتر من واحدة وحطيها عم بطلع لكم رقم واتساب اونلاين عندهم هي 079-717-439-2 خدوه اطلبوه ووصنوه لكم اياه لبابا البيت تارف انا كمان حطى واحدة عندي بالمكتب حلوة كمان ريحة المكتب كمان داما هيك تكون مفححة فحلوة يعني انكم انتو تحطوها بالبيت بالمكتب او باي غرفة انتو بتحبو انكم تحطو فيها صح يلا ايش الوصفة تانية من الروح لوصفات بالفريكة طبعا الفريكة شوفي احنا دائما نحبها مفلفلة صح نحبها كثيرا بفريكة بالكريمة بس سلطة الفريكة من السلطات الصفية حلوة عملناها قبل هيك مسلمنا ندخلها مكونات زيادة ناخد مأديرها يلا لاصلطة الفريكة ريح نحتاج لاتنين كوب فريكة مطبوخة بصل خيار ملفوف احمر خس فلفل حار بصل وكمان بصل افوكادو نعنع او شبط اما للصوص فرح نحتاج لزيت زيتون خل ملح وعصير ليمون شوفنا المكونات والمقادير خلينا نشوف كيف طريقة التطبيق بس احنا قبل ما نبلش انا بدي اسألك شور الفريكة هاي نعمة ولا خشنة خشنة اكيد خشنة بتعرفوا لازم نرجع نعمل كريمة فريكة بالكريمة عشان احكيكم ان الواحد بتعلم انا طول عمري كنت اعمل الفريكة بالكريمة قفل الفريكة الخشنة اطبخها واعملها اوكي حديثا رحت على قطيب يعني اكلت فريكة بالكريمة بأفخم قوتين بالاردن وكانت كثير كثير زاكية العط نعمل بالفريكة بنعمل او imagi اللي هين نعمل منها الشورب وهي كانت عادي ازكى فريكة قدوها بحياتي مغاربة سوف نعيدها لان ارى انه يتعلن ان اتعلم واحب ارجع على العيد صدمت يكون الوصف لي امور واحب لأتعلم طبعاً. أريد أن أقول لي يا مروه لو سمحت. أولاً لدي الفريكي كيف أفلتها. عادةً لفريكي لأنها تظلها مفلفلة. ويظهر لا تخبص معكم. ضروريًا كثيرًا كثيرًا لا تضيف عليها كمية مي زيادة مثل الرز. الفريكي تأخذ كوب إلى كوب. يعني أنا عندي كوب الفريكي خشنة مقابل كوب إلى ربع من المي. أو تغطي وجهها. وجهها يبدو يكون مبين. يعني الوجه يكون مبين. الفريكي تظلها مثل ما هي. وأنا أريد أن أخذها مصر ثاني. إذا حسيتوا الفريكي بدها ماء بتعملوا حفرة بالنص. وبتحطوا ماء وبعدها بتتكروا حفرة. بالضبط. بالضبط. يعني ما بتصبي على كل الفريكي من النص بتحطي وحتى الرز لما بدي أضيف له ماء ما ما نضيفش الماء فوقه. هيك بالنص عشان تنزل الماء للقاع. أنت بديك من القاع يستوي ما بدك تحطيه بنيجة. بسم الفوق. تمام فكيف الفلتاء لا بصل لا توم ولا إشي. حطيت معلقة سمنة مع معلقة زيت زيتول. حطيت الفريكي الفريكي اللي لازم تنغسل كثير 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 منها أربع خمس مرات لأنه فيها تراب. وهلأ موسم الفريكي يعني الناس اللي بدها تحب تخزن الفريكي هلأ موسم الفريكي. بعدين حطيتها على النار قلبتها ملح فلفل أسود لأنها تدخل سلطة. فأنا ما بدي إياها ولا بأينكها ما بدي فيها نكتبصل ما بدي فيها نكتب ولا إشي. فلفلتها أخذت معي عشرين دقيقة وما نقعتها. ورح أضل برضو بجوز أنا من الشفات الوحيدين اللي كنت أضل أحكي لفريكي ما بتنقع. وكل الشفات بيحكروا انقعيها. الفريكي إذا بتنقع بيتخبص بيتخبص. حتى لو كنت فنانة فيها أنت فنانة بتنقعيها بتعفين كمية ماء أقل. في ناس خلاص أول مرة بتطبخها. خلاص خلاص أخسليها بس. بس اخسليها. اطبخيها مع الزيت والسمنة تكون كمية فيهم منيحة. بعدين الماء. والفريكي عادة تضف لها ماء خلال الطبخ. وزي الروز. تمام؟ فأنا هي فلفلتها وتركتها تبرد شوي. بنا ناخد البولي بس يدانا هاي هجبت ليها. وإيش بك تضيف عليها خلاص؟ رح أضيف عليها المرة ملفوف. خاص يعني ننضيف لها قيمة غذائية أكتر. أسمع من أسكى السلاطات الممكن تدقوها. والسلطة الفريكي اللي عملتها قبل هاي المرة دخلت فيها لبان. هاي المرة بارح ندخل فيها لبان. رح نحط خاص مقطع قد ما بدكم كمية. الملفوف الأحمر هلأ كمان موجود سعره رخيص. وطعمته زاكية مش زي الملفوف الأخضر. اسمعي بعطي لون حلو للسلطة كمان هيك بكسر. برافو. ورحت يا ستي العزيزة بدنخيار هاي الوصف ما بدي دخل لها بندورة. يفضل انكم ما تدخلوا بندورة بسلطة الفريكي. تمام؟ ورح أاخد بصل أحمر. برضو عنا عشان الألوان يعني اللي انت حكيتين مية بالمية صح. برضو البصل لما يكون بالسلطة بتحسي انه حديته ما بتكون زي الأبيض. الأحمر أخف. وريحته أخف. برافو عليكي. وعنا هون نعنع. وكمية بسيطة من البقدونس. فأنا حطيت هون ملفوف. وخس وحطيت نعنع وحطيت بقدونس وحطيت بصل أحمر. أي نوع بصل بمشي حاله وحطيت فلفل حر شوين. خفيف هيك بتعطي حرورة زاكية. وعندي رمان بس لأنه رمان ببداية موسمه. اشتريت خمس حبات رمان على أنه واحدة. أنا عارفة أنه مش هيطلعه أحمر لأنه هاد رمان بلدي. الماليسي عادة بيكون أحمر كثير. ما لقيت بس رح أستخدمه عرفته. بتعطي حمودة كمان زاكية. هلأ الصوصها سهل سريع عبارة. عن عصير ليمون. أوكي. هل هناك ناس عم بضيفه كمان على سلطات الفريكة دي بس رمان. آه زاكية قدر حضي. آآ رح تخطي. زاكية كثير كثير كثير. آآ رح نحط. رح نحط ليمون. رح نحط. تخيلوا قدي الصوص سهل بس يعني كمية فيها البركة. أوكي. كمية منيحة نحطها هون تقريبا نسكو من عصير ليمون لأنه الفريكة بتشرب. وحطيت عليها زيت زيتون. ورحط عليها ملح. ما رح نحط فلفل أسود نحط معاها دبس رمان. أوكي. إذا عنا دبس الحسروم أنا صراحة لقيت هداك اليوم من الدرة دبس حسروم. كتير حبيته بيعطي كمان طعمة كتير طيبة. أين دبس 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 دبس. كتر ما عنا أنواع أشياء. آآ آآ بتضيعي. بس أنا حط معاها كمان خل وما بدي أكتر. وأنا ميالة الخل الأبيض بالسلطات. تعرفوا لي؟ نكهة الخل الأحمر أو خل العناب مطعمة. صح. وريحته قوية أيام ريحت الشغلة بتخليكي ما تأكلها. صح. فاستخدموا الخل الأبيض. هم جبولنا دبس رمان عشان نحط عليها يا مر و الله يخليكي. هيك الصوس بيكون عندي جاهز. ورح أخذ الفريكة. تمام. الفريكة لازم تكون تشوفوا أنا تركت تتهوى. آآ بس الفريكة مستوية هون 100% مستوية تماما بس دي حطيتها بيصحن. عجلي بالجاجات يا جماعة الجاجات. يلا تفقدينا الجاجات وعشان أحكي لك إيش عم بحكو لنا تعليقات على صفحتنا على الفيسبوك. شوفوا رجاجات ورزات أصلا نستوي. تخيلوا له الحلقة هاي. قال عندي تصوير قبل. بدأنا بحاول أدور على وصفات أسهل تكون معاي. استوى معنا. كل إش بستوي خلال. يعني اليوم عن جد فكرة عزيمة سريعة إذا كان عندك هلا عزيمة سريعة. وأنتوا شوفوا يعني ولا إش جاهز عندنا على السفرة. من هون لنهاية الحلقة كل الوصفات رح تكون جاهزة معنا. فإذا لسا مش عارفين شوفتكم تعملوا عندكم عزومة قريبة. فأخذوا هاي الأفكار تبعية حلقت اليوم رح تستوي معاكم مية بالمية. ويعني صراحة بتبيض الوجه. لأنه يعني الكميات اللي رح تشوفوها والسفرة كيف رح تطلع معنا بنهاية الحلقة رح تعجبكم. تمام. هلأ أنا بدي أخذ من الصوس. طبعا لا تنسوا أنا منكها الفريكي. الفريكي فيها ملح فيها فلفل أسود. فبس تحطوا الملح بتكم تديروا بعلكم. رح أشربها. ولاحظوا أنه كمية الخضار اللي أنا حطيتها أكبر من كمية الفريكي. انتي بنهاية بدك تاكل صلطة. صح. ما بدك تاكل صلطة إشي يكون أخف. مظبوط. ما يكون هالأدي كمية الفريكي. فأنت بتاكل صلطات الفريكي اللي فريكي كميتها أكبر بكتير من الخضروات اللي هي محتوطة. مظبوط. وما تحطوا بندورة. برضو حضرت وصفات كتير لناس فيها بندورة. يفضل أنكم ما تحطوا بندورة. أحطوا بدالها شوفوا الملفوف الأحمر مع الألوان حلوة بحب الألوان صفي هلأ بيضل عندي الأفوغادو هاي هم أنا عندي حبتين رح أحطهم على الوجه شان الأفوغادو بيرور بالنهرس بالمرس صح أقلب حاضر عجبت الموضوع عاجبت الألوان التأليب هيك هاي ثم الملقب بوائل بيأخذ لنا لقطات جميلة الآن هاي طب إنتي أي صحة تحطي بها الخسات أحطي أنا حطيت هذا الصحين أعطيني بعض الفاصل الأرضي بتكون الرز تماما ستواه ورح مكون سكبينه هاي شكرا يا دندوني يلا إذا هاي نطلع للفاصل عشان بعد الفاصل نكمل معاهم بالضبط جابوا لي دباس بس خلينا نحط بس شوفي كيف هاي أنا حطيت بس وراء خاص شايفين الألوان كيف هيك أنا بحب هيك السلطة اسمعي عن جد الواحد داما بيقول إنه إذا هقنا سلطات وما منحب السلطات والسلطات عالم يعني فيقدروا تتفننوا فيها بتقدروا إنكم تبكروا سلطات الإشياء اللي انتو بتحبوها تحطوها والإشياء اللي انتو ما بتحبوها تستغنوا عنها فيعني إلا ما تلاقولكم نوع نوعين سلطة رح تحبوها جربوا هاي السلطة شكلها مشهري وأنا متأكد إنه طعمتها كمان كثير زاكية رح نزيد عليها دبس الرمان على الوجه رح آية جبت لي يا منا رح أخذه منها ورح أعطى عليه حبات الأفوغاد وأكمل الصوس إحنا بنطلع فاصلي علي عشان بعد الفاصل بنعمل أسهل وأسرع بصفة حلو بالعالم بس بس بسي أورجيكم رزات يلا ورجينا طبعاً يلا شمح بروز تايجر البسمتي بسي أورجيكم رزات أدي حلو اليوم قررت أكون سعيدة عشان في شوي التفاؤل صلي فترة هادية لا لا بس أنت دائماً هذا القرار موجود دائماً لا لا أستشعر موقفته أوش هي الحشوة بدي أخدها على الجناب هذه الحشوة اللي أنا حطيتها على الوجه عشان أزين فيها الروز أورجيكم الروز طلعوا بالله طلعوا بالرز شوفيني هالمنظر كل حبب بكها طلعوا ما أحلى طلعوا يا عيني يا عيني مداعيني يعني أنا أموره تمام دقتين ثلاثة عشان كنت تشرب كتير منيح رح نسكموا بعض الفاصل وفوتوا على أسهل حلاء قهوة سريعة عسل يعني في أحلى من هيك رزات وهيك منظر وهيك ججات محمرين ما فيه الرز البخاري على الأصول يعني لون الرز بجنن كل رزة برزتها يعني عنجات كل حبة بحبتها أبدعتي 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 أمتياز وطبعا أكيد جنبها رح نقدم صحن السلطة اللي هي سلطة الفريكة مع الرمان اللون الزهري وحطينا عليها بالآخر على الوزة لأنه والله ما لقيت أحمر يعني حولت جبت من مكانين مختلفين بس على الفاضي على كل حال خليك على هالمنظر الحلو أنا أخدت الحشوة يا علي إذا أنت شايف هاي من على وجه الرز أخدتها يعني ما أتركتها مع الرز تروح على وجه الرز آآ 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 لأنه علي قال لي لو سمحتي لا تحطي في كل مكان ما بدو بصل آآ 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 آ� إن شاء الله نحضر الأشياء قبل أن يكونوا معنا في الحلقة الإعلانات والأشياء وهي كذلك. لكن عندهم الزعفران وهي للجاج. الأشياء التي أردتها في حياتي. أحبت. سأخذونها. سأخذونها على الجنب. رأيوا وصفتي اليوم سهلة وسريعة وما أخذت معنا وقت. والموضوع حاولتهم. لأنني أرى تلك الأشياء. موضوع البطيخة. أف! لدينا تعليقات منيحة. نحن سؤال حلقتنا لكي نذكر كل الأشخاص الذين يضمون لنا. هل فكركم الزواج مثل البطيخة حمرة أو بيضة؟ أنتم مع أو ضد؟ يبعوثونا على صفحتنا على الفيسبوك على عمان تيفي كيتشن وكمان على عمان تيفي أوفيشل. اقرأي لنا. وليدي النمري عم بيقول سيصريح التعليقي بدي أقرأه الصراحة. يا حسنا. قول منظر الجاج. منظر الجاج كثير خرافي. بيسون عن السلطة. وريحته وريحته. نبيل عم بقول أولادي بيحب طبخي أكثر من طبخ مرتي. عادة لأنه الرجل بفوت يطبخ بوقت فراغه. آآ فركون هكا. أنا أسفة أكيد طبخك أسكى وأكيد الرجال طبخهم أسكى لأنه بفوت بعجي الدنيا. بوسخ العالم. لا يوجد لهم فكر تشوفي بعدين. وغير هيك بطبخ لأنه اليوم حاب يطبخ. حابب يطبخ. أما المرأة مجبورة كل يوم تطبخ. كيف بسمعكم أنا سيداتي. دفعت عنهم. صح. صبرين حبيبتي كل جزوع. والله أنا بمبسط كثير بس أسمع أي كلمة. رح نعمل وصفة. بتعرفوا إحنا كيكة اللتي. كيكة القهوة السريعة. كيكة كذا. دائما بنعملهم طبقات. بيأخذوا معنا وقت بالتلاجة. اليوم رح نعملهم بخمس دقائق. كون جاهزة أنك تقدمي. هنأخذ معها. يلا. لحل القهوة السريعة رح نحتاج لها بسكوت شاي من زلوم. علبتين أشطب من المراعي. بكيت كريم كرامل. كوب حليب من المراعي. ومع لأكبيرة قهوة سريعة ذوبان. مع لأكبيرة كاكب. وفستق حلبي للتزلم. مع هذه الأجواء اللي إحنا فيها. بدنا حلويات باردة. وبدنا حلويات نعملها على السريع ونكلها مباشرة. ما نقعد نستنى عليها. يعني يمرع إنه مثلا طول الليل. أو نستنى أربع ساعات بالتلاجة. فهيك دائما بيكون بدنا أشياء سريعة امتياز. وبعدين القهوة اللي ما بتدخل بالحلويات. كتير ناس بتحبها. سواء كانت كبار ولا صغار. فخلينا نشوف اليوم طريقة التطبيق. تبعت الحلو الحل القهوة. بس بنا نعملهم بطريقة مختلفة. وما بدها وقت. يلا. لا أمبلة أمبلة. أمبلة. بس لأ ست نظمية حبيبتي الله يعافيكي. والله هذا من زوائك. والله بس حدا من الأمهات بالزعت. والتيتات يحكو لي إنك معدل أنا كتير من بسط. طبعا. بحس موضوع السيدات. إنه مش سهل يحكو لي حدا أنت شاطر بالطبخ. صح. ومو سهل يحكيك هي أكلتك زعكية. فعلا لما السيدات يحكو لي والله كتير من بسط. فشكرا كتير ست نظمية. بس لأ فيه كمان انفارس بتحكي مظبوط الزواج زي البطيخة. شفتي؟ أنا والله ما حكيت. هذا مثل طلع معنا هيك وطلع حقيقة. يلا. طلع والناس معا. طيب من الروح على أسهل وأسهل وأسرع وصفة هلأ إذا عندك أولادك بالبيت عبالهم إشي حلو. أنا نفسي أفهم بس فلكم والفوشي بعملو. بس أنا لازم أصبرهم. معلش أعذروني إحنا بعرف أنه إحنا بلايف. خليكم نفس الحركة نفس الحركة. أنا بدأ أحكيلهم للمشاهدين عجرة مو قادرين يشوفوا إيش عم بعملو. هم مسكين الطنجر اللي قلبنا فيها إحنا الروز. وقعدين عم بياكلوا منها. ضل البوائي تبعة الروز أخدوها ونزلين فيها. إحنا هوى. إحنا على الهوى. يعني هلأ صار وقت أنه نرجع إحنا للوصفة. ونرجع لتطبيق الحلو. ونعمله بهذه الأكواب. نعملهم بالأكواب. نعملهم بايركس. اللي بديك أياه بصبط. بس أحشان أنا دائما بقول الحلويات الباردة السريعة. عند التاكل على السريع. يفضل أنك تعمليها على قد العيلة. صح. لأنه خلاص كل واحد بيأخد صحنة. بس قبل ما أفوت بالوصفة كوان في إشي غريب اليوم حسيته. ونعملهم بيأكلهم عادي ونعملهم. ما حسنا؟ هلأ لا أخذون طنجرة الرز الباقية اللي فيها. والله العظيم لازم أصورهم المشهد. طيب. ما أفعلت تفعله؟ دخل على. لا لا يا جماعة. إحنا ملتقا. أو إحنا مفاصل. والله يا حسنا ملتقا. لا اليوم أبدعوا. أبدعوا الشباب. طيب أنا أقول نرجع على الوصفة. أقول لأ تحب أن أقوم لهم الوصفة. هلأ هلأ معهم يصوروا. لا مروة ايش في اليوم ما لك حس حبيبتي. تعبان مروة خلاص. استوى العدس. مروة مروة مروة. خلاص. مروة ما لها حس. من الصبح ما لكيش حس يا مروة ايش في. والله ألف سلام عليك يا مروة. سلامات سلامات. مش من الشهر التعصى. اللي وزي نصلي. طيب. إيش حتى تقول لشي. أكثر الوصفة حالة رح تعملوها بالبيت. وعنجا تسامحونا. إحنا الفكرة من هذا البرنامج يكون طبيعي. يكون زي ما أنتوا قاعدين بالبيت. ما يكون كتير يعني. خلاص. أنا دائما بظل أقول برنامجي مختلف. مختلف بكل إشي فيه. حتى فيه. الله وكيلكم. حتى بالمأس اللي بتسيم الكاميرا. حتى بتسيم كله كاميرا. هنزل الفيديو اللي أنا صبرته. ما تعلق. أول شي. هذا الحلقة كتير سهل. تستخدمي فيه اشطاء. أي نوع اشطاء أنت بتحبيها. مثلا أنا مستخدم عبتين اشطاء من المراعي. سأضع عليهم مغلف كريم كراميل. إذا ما عندك مغلف كريم كراميل واحد مغلف واحد. إذا ما عندك تستخدمي اللي هو الكريمة بودر. نفس الفكرة نفس النتيجة. بس بدنا اشي يخري قوامها كثير. أوكي. فأنا حطت الكريم كراميل. رح أحط معلقة كاكاو كبيرة. آه. هيك عشان تكون لونها. على لون القهوة. وعندي معلقة قهوة سريعة دوبان نوع محلي. لو سمحتوا أرجوكم اللي ممقاطع لهذا هذا موجع لي قلبي السراحة بكون نفسي هيك أمسيكو أنا عندي شعور دايما بس يدايق لي من الحديد في الدبدوب أكتب عطي اللي ممقاطع لهذا مأساة يعني مأساة مأساة بعد كل اللي أنت بتشوفه كإنسان أنك ممقاطع فحطينا قهوة سريعة الدوبان حطينا علبتين إشطام وغلفة كريم كراميل وحطيت معلقة كاكاو عشان برضو أنا عم بحاول هذه الفترة زي ما حكت لكم أكون مقتصدة بالوصفات قد ما بقدر وعندي كوب من الحليب إذا ما عندك حليب المراعي السائل تقدر تستخدم حليب المراعي البودر تأخذ ثلاث معالق تحليهم بمي ويصير عندك حليب سائل ممتاز هلأ كيف نخلي القوام يكون كثيف يعني ما هو ما بزبط إحنا بدنا القوام يكون كثيف حتى يعني ناكله على السريع إحنا حكينا بخمس داية رح نستخدم فيها بسكوت يعني رح نستخدم بسكوت الديجيستف وأنتركم هذه الثلاثة سعرهم بدينار عليهم عرض وطبعا هذه الثلاثة بدينار بسكوت الشاي أماسي وكلين هما أنا بستخدموا من زلوم زلوم منتجات محلية موجودة بكل بكل سوبر ماركت بكل هايبر ماركت بكل مؤسسة بحب أنكم تستخدموا كل أنواع البسكوت من زلوم لأنه زلوم منتجات محلية همتاز أنا مع دعم المنتجات محلية في واحدة مفتوحة وراكي إذا بدك تستخدمها برابو عليك رح أستخدمها هذا البتي بير هذا من بسكوت بيتي بير رح نأخذ تقريبا 10 حبات 13 حبة على هوا قدي أنتوا بتحبوا قوامها كثير آآ إيه بتخلطيها معها رح أخلط معها مش رح نحط بالكسات رح أخذفت بتحيله هدول رح نحط بالكسات كمان واحدة واحدة حبيت أنا فكرت زي اللي إحنا دائما نعملها بالفايريكس لا 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 مختلف الموضوع تماما بهذه تماما حلو رح أخذ هاي زي ما إنتوا شايفين بص البكات تقريبا وأشوف قديل كمية البدياة هلأ كتري بسكوت كتري حليب ما في مشكلة بس بتزيدي قهوة من هذا الحلو فيها كني على البيتين أشطى مغلف كريم كراميل أو مغلف كريمة باودر بعد هايك إنتي أد ما بدك تكتري حليب أد ما بدك تكتري بسكوت عادي كتري يعني فيها البركة الوصفة طيب سؤال هلأ هدولة بدنا نحطهم بقهوة وإلا بس بدنا نحطهم مباشرة لأنه إحنا رح يكون شوي مرأ مش هيكون هالقدي صوصة رح يطروا لحالهم انتي بتشاربيه بحليب لما ما يكون فيه اشي صوصي يشربه صح عشان تطريها شوي خلينا نخفق على السريع يض تقدري تحطي بسكوتين تقدري تحطي واحدة يعني على هوا قدي بيحبوا يحطوا بالصحين تمام نرجو الله رحتي القهوة بقني ما رحش بقهوة بس الاشي الوحيد بحب رحتي رحتي اسكم طعمها صح؟ أنا ما رحب القهوة صراحة موسيقى سير علي أورجيهم إياها حال دقتين أخلص أنا علي خد إجازة أنت الوحيد اللي ما أرى بحياتي ما أخد إجازة خد إجازة دنيا الصيف علي خد إجازة خفف وريح شوفوا لي هذا القهوة هذا قوامة الله رحيتها عشان نشمي بالله رحي حسنا أنا أرجيهم يا عيه رحتي القهوة رحتي القهوة مع الكاكاو بتشحن إذا بدكم تاكلوها على السريع قوامها لازم يكون شوي أسمك إذا بدكم تحطوها بالتلاجة طبعا أنا نستخدم حليب بارد نستخدم قشطة باردة فراح أقدمها على طول فراح أحط كمان هاي شايفين أنا رح أستخدم البسكوت أخذها فيهم هون شوية تنكثر لا أحطيهم رح أحط بس مش كتير كمان ثلاثة أربعة عشان أخفؤهم بعض سي القوام عندي أسمك حطينا على البيتين أشطة مغلف كريم كرامل أو مغلف كريمة بودر أنا صراحة أستخدم الكريم كرامل لأنه طعمته حلوة ما ضفت سكر بالمرة لأنه عندي الكريم كرامل حلو حلو أو كريمة بودر تستخدميها حلوة حطينا كريم كرامل وحطينا زي ما حكينا على البيتين أشطة وحطينا معلقة كاكاو ومعلقة على معلقتين من القهوة سريعة الدوابان اللي انتي بتحبيه اللي انتي بتحبيها وحطينا بسكوت وحطينا حليب سائل نرجع نرخ فؤهم على السريع احنا هيك أمورنا تمام تمام يلا نبلش نسكو بلهم ياهم بالأكواب يا تخيلي هاي الوصفة قدي سريعة هلا أنا عندي عندي بسكوتات الداجستب جيبت دائريين هذا برضو جبتهم من الدريم هوم حتى القواعد هذولة المزركشين الحلوين الكتنج بورد اللي بتقدم عليهم الأكل برضو جبتهم من الدريم هوم ما حلوة بدي أخذ يا بسكوت يا بسكوتين أنا لأنه هذول منظرهم حلو وبطلع حلو لما يجوا يأكلوها تمام رح أحط تنتين بس تقدروا تحطوا واحدة تنتين قد ما بدكم بس إذا انتو شايفين سحوني أصلا غميئة فبتاخد معي تنتين حسب سحونكم يلحب بها كمان تنتين وبعدين رح أاخد اللي إحنا عملنا نسقي فيها أنا بمس بقلي ما بحب أعب سحون للآخر رح أعبيهم لك بكترباء عشان أحط أي شيء أنا بحب أزينهم أوك صلعي كيف أرخص وأسرع وأسهل هلأ جايكي ضيوف قبل بنصف ساعة اعملي تعمليها وخلص وحطيها بالتلاج بنصف ساعة ما بتحتاجه أكثر الحلو بس تاكلوها تكون هيكا صح يعني كيك شيء بارد ومنعش وطعمته زاكية زي قريبة للمهلبية بس أمرأ شوي صح تمام شوفي قوام هذا القوام بالنسبة لي الممتاز أوك بعدين منزينها بفستق حلبي جيبوا لي كراز صبايا لأنه أنا عندنا كراز طلعي ما أحلاها طير حلو شكلها صراحة بمشي الحال ما فيه داعي تغلبي حالك برضو رح أضل أحكي لك الفكرة نفسك ياكل علتك تاكل بمحبة مش مش كلي كيف بتقدمي مش مش كلي كيف بتعملي والله الفكرة أنك تحبي الشي اللي بتعملي خلص مزبوط مزبوط طيب نطلع لأخر فاصل نطلع لأخر فاصل وأنا بكمل تزيينهم بالفاصل يالله خليكم معنا بأخر جزء من حلتنا بعد الفاصل أرجعناكم بآخر جزء من حلتنا لحتى نستعرض لكم سفرتنا بالنتيجة النهائية ولحتى نتحكي لكم مش شاب شو حضرتنا اليوم بالحلقة يعطيك ألف عافية على هالوصفات وعلى السفرة الحلوة حبيبتي حبيبتي بس ضلكم جاوبوني على السؤال عفية الحلقة بتضل ما بتروح عن الفيسبوك ونزلتكم معي على انستجرام جاوبوني أنا قررت أدخل المجال النفسي في مجال الطبخ مجال الطبخ برضه مش غلط الله ما أعطينا موهبتين هون وهون نسمع لا جديد صايري أحب أسمع أراء الناس بكل إشي أشوف إذا الإنسان بفكر صح الإنسان شايف الإشياء من المنظور صح لأنه دائما أنت بتحكم على نفسك على إيش بيصير معك القصص علاقة فصرت أحب أسمع برضه من الناس لأنه برضه من الانشغلات اللي بصير بالحياة بتصير تبعدي عن الناس هل تمطلت إسمعي ولا زبان مطلع عنا تغدينا مظبوط خاص بس خليف مروه منروح نجره عنجاد منروح من عدنا عهدة نميمة عند مروه لا بس إسمعي عنجاد هي اختلاف أراء الواحد ممكن تكون عنده وجهة نظر مثلا مرات أنت تكوني بموقف ما بتفكري زي البعيد مثلا بنفس الموقف صح يعني حلو الواحد هيك يسمع يكون فيه ناس إقراب منه يقدر يسمع لهم يقدر يرد عليهم أهم شيء أنه يكونوا الناس دورهم ينصحوك عنجاد يكونوا بدهم الخير لإلك يعني مش بس هيك يعني عم بمشهورك وبس ألكولك بالله لازم تسألوني سؤال لما بدي أنصح ناس لأن أنا بحبهم كتير كتير كتب نصيحة إيزا مش إنه ما بسير لا لا تهديد إيزا بتحطوا تحت عشرين ألف خط والله العظيمة ممزح إيزا بتعمل هذا الموقف حقيقي أنا رح أرن عليهم وقولهم كذا هيك لأنه أنا أياما بشوف انسوا الموضوع منحك ذي مرة ثانية ولكن أنه أنت تختلط بالناس أهم شيء ممكن تعمله بحياتك زي كأنك بتقرأ كتاب تقرأ وتختلط بالناس أنه أهم شيء يسقلك شخصيط فإقرأ كتير وقابل ناس كتير لأنه عندما نقاعدك كمان بالحياة زيد من دائرة معرفك قد ما بتقدر وقلل من دائرة أصحابك قد ما بتقدر صح عشان تستفيدي أكتر فعشان ليكثرت كتير الأيام بحطة على انستجرام أسئلة وعم باخد أجوبتهم نرجع نتناقش حلو حلو نأخذ ونعطي مع بعض لا حلو سريعا جدا يوم عملنا البخاري الأفغاني بغض النظر عن خلافنا كي هيك بنعمل صح هيك ما بنعمل صحي طريقتنا هي مش طريقتنا البخاري مية وأكتر من أنواع الوصفات ممكن تجربوها بس شوفوا الزعفران كيف أخذ لون كتير حلو على الرز لما حطينا بودرة الزعفران بالنهاية عملنا أسرع حلو نسكة لهو قهوة سلعة بوبان انتو بتجربوها وبتحبوها وعملنا كمان صلطة المعكرون سريعة من هالرزات الحلوين بدي أوديعكم من يوم إن شاء الله بشوفكم بكرة لأنه ندى الحلوة مسافرية رح شوفكم بحلقة ستنائية كل هاي الفترة القادمة ضلوا بألف خير ندى الحلوة موسيقى 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 وفرق موسيقى موسيقى من أجل موسيقى اشتركوا في القناة